أهلا بكم مشاهدي برنامج المرأة المسلمة معكم أماني مصطفى حلقتنا النهاردة بعنوان هل الإسلام حمال أو جوه؟ حد ممكن يسأل تقصدي القرآن حمال أو جوه؟ هقول لك لكن أولا خليني أتأكد أن كل اللي بيسمعني النهاردة على الفيسبوك واليوتيوب يضغط على زر المتابعة على الصفحات بتاعة قناة الحياة كلها على الفيسبوك أو على صفحة اليوتيوب في أيضا علامة الجرس اللي تخليك توصلك يوصلك البرنامج وأي برنامج أنت متابع لي في قناة الحياة تدوس على الجرس ده حيوصلك في أول ما ينزل على اليوتيوب مش بس كده أنا بطلب منكم أنكم كشركاء لينا في الخدمة تشاركوا الصفحات وتشاركوا البرامج أول ما تكونوا بتشاهدوها علشان توصل الحقيقة والرسالة للجميع وأنا النهاردة بقدم لكم حقيقة ممكن تغير حياة المسلمين وبتغير حياة المسلمين وأيضا بتديهم المدخل لمعرفة المسيح دورك ودورك أنكم تدعمونا عمليا وماديا والأهم بالصلاة سؤال النهاردة بقى وهو عنوان الحلقة هو إيه؟ هو هل الإسلام أو الإسلام حمال أوجه؟ أنا عملتها جملة كده أنا بقولك أنه في رأيي الإسلام حمال أوجه؟ ولكن هو أيضا سؤال هل فعلا الإسلام حمال أوجه؟ لا لا المقولة اللي ذكرت في الأثر الإسلامي أن القرآن حمال أوجه لكن النهاردة أنا عايز أقول لكم أني حسبت لكم أن الإسلام كله يعني بما هو وما فيه وما يتصل بيه وكل اللي في حياتك ما يسمى إسلام هو حمال أوجه فيش في حاجة سابتة الإسلام بعمته وكل عماماته وقرآنه وسنته حمال أوجه ومتعدد الوجه زي ما يقولوا كده المثل كل شيخ وليه طريقة فعلا ده مثل عملي وحقيقي لأنه هنشوف فعلا أنه كل شيخ وليه طريقة هنشوف الكلام ده بأمثلة بسيطة لكن مهمة ومهمة جدا أولا خليني أشوف منين جات عبارة أنه القرآن حمال أوجه وهل بيتفق أو بيختلف عليها الجمهور أنا حقراركم من بعض ما جاء في القثر الإسلامي في الموضوع ده بيقولوا كده أنه فكرة أنه القرآن حمال أوجه وردت في الدر المنثور السيوتي فقال كده بيكلم عن حاجة وقعة حصلت بيقول كده ابن سعد عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يحدث عن الخوارج الذين أنكروا الحكومة فاعتزلوا علي ابن أبي طالب فقال فاعتزل منهم 12 ألف فدعاني علي فقال اذهب إليهم فخاصهم ودعوهم إلى الكتاب والسنة ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو أوجه ولكن خاصهم بالسنة يعني كلمهم من السنة وتكلمهمش من القرآن لأن القرآن تفسيراته كتيرة لأنه يحمل أوجه كتيرة لأنه فيه متناقضات كتيرة هل القرآن فيه متناقضات؟ نعم القرآن فيه متناقضات مش ده اللي تربينا عليه مش ده اللي تربينا نعرفه ولكن هل هو حقيقة؟ هنشوف بالدليل والبرهان إذا كان ده حقيقة ولا لأ؟ وبعدين فيه بعد كده بيقول أخرج ابن سعد عن عمران بيقول كده قال ابن عباس يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم ففي بيوتنا نزل فقال صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه يقول ويقولون ولكن حجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا عارفين وأنا أفكر في حتة أنه اتكلم معهم بالسنن يعني بسنة محمد واللي حصل في حياته واللي حصل مع الصحابة والكلام ده كله هو راح يتكلم ناس خرجوا عن العهد معاهم بصورة من الصور الخوارج فقرر هنا أنه يتكلمهم بالسنن وأنا مصدقة الوقع دي لأنه فيه ناس بتضعافها وناس بتقول لحصلت ما حصلتش وهكذا لكن الصيوتي بيقول إنها حصلت فبيقول كده إنه ليه يعني من منظوري ليه بيقوله كلمهم بالسنن الفكرة اللي جات لي إنه السنن فيها اللي عمله محمد على طول الخط مع من خلفه إذا كان حد خلفه في الاتباع أو رفض الإسلام أو هجاه أو تكلم على أهله أو رفضوا أي حاجة رفضوا أي حاجة هو عايزة كان بيحصل إيه؟ اللي كان بيرفض الإسلام كان بيخرج عليهم ويغزوهم علشان المال وعشان السلطة والسلطان وكل ده وعشان أيضا يبشر بالإسلام ويكبر الجيش بتاعه ويبقى عنده يعني دين ودولة فدول كانوا عايزين يرفضوا سلطان الدولة فقال لأ قالوا لأ أنا وريك بقى من السنة محمد عمل إيه؟ وأتباعه عملوا إيه؟ لأن بين محمد وعلي برضو في يعني حروب الردة وكل ده دي من السنن برضو يعني أبو بكر لما قال والله لو منعوني عقالا كانوا يعطوه لرسول الله هو جابها منين؟ لأنه محمد علمهم كده هو تعمل بالزبط اللي أنا بقولك عليه فكلهم خدوا من بعض فالسنة مرعبة لأنه الواقع اللي هم عاشوا الدم اللي سفك الناس اللي اتقتلت السبايا اللي في بيوتهم هو بيقولوا بيقولوا إحنا القرآن نزل في بيوتنا إحنا أعلم به دول بوعادي يمكن فيكونوا نسيوا القرآن فخليني يكلمهم بالقرآن قالوا لا السنة ترعبهم بما معناه في ناس بتوافق على ده وفي ناس ما بتوافقش على ده أوكي وبيقولوا إنه ممكن المقولة دي تبقى مزيفة وضعفها وكذبها بعضهم من خلال قصة ابن عباس مع الخوارج علشان بيقول إنه هو بعد كده ابن عباس كلمهم بالقرآن في ناس بيقولوا كلمهم بالقرآن وفي ناس بيقولوا كلمهم بالسنة القرداوي بقى لا يوافق على إن القرآن حمال أوجه فبيقول لنا يعني عبارة مهمة قال كده إنه بيقول إنه لو صح ما الدعو على القرآن الكريم لم يكن هناك معنى لإجماع الأمة بكل طواقفها على إن القرآن هو المصدر الأول للإسلام عقيدة وشريعة ولم يكن هناك معنى لوصف الله تعالى القرآن بإنه نور وكتاب مبين فكيف يكون الكتاب المبين الهدى والفرقان والنور غامدا أو قابلا لأي تفسير يشرق صاحبه أو يغرب وقد قال تعالى فإنت نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا دي من صورة النساء فهو بيقول إنه يعني لو القرآن بقى هيتوهنا وفي حاجة كده وفي حاجة كده يعني ما فيش أساس بقى لكن القرآن فعلا بيعمل كده لإنه القرآن مليء بالتناقضات مليء بالتناقضات لو دخلت على جوجل وكتبت تناقضات القرآن آيات متناقضة في القرآن أنا بشجعكم كل واحد منكم النهاردة يعمل كده اكتب الآيات المتناقضة في القرآن هتطلع 30-40 نقطة تجد فيها تناقضة على الأقل على الأقل أنا اخترت لكم يعني الحاجات اللي ممكن تبقى قريبة من زهننا فكرة الناسخ والمنسوخ لو لم يكن هناك تناقض لما وجد الناسخ والمنسوخ أصلا لأنه كان بينسخ حاجاته عايز يغيرها في حاجات عايز يغير حكمها وفي حاجات عايز يشيلها خالص وفي حاجات عايز يخلي العمل بيها يعني الناسخ والمنسوخ دي من أكبر المشاكل اللي بتوريك إنه في تناقض في القرآن عندما يعطى محمد الآيات الشيطانية المفروض إنه الشيطان ضحك عليه فيها يبقى في خلل في تناقض في فكرة مثلا خلق الأرض في ستة أيام في صورة الأعراف ويونس وهود والحديد حتلاقي إنه كله بيقول دول ستة أيام يتناقضوا فين بقى؟ في صورة فصلة حتلاقي بيقول تمانية الأرض تخلقت في تمانية إزاي؟ في مسألة فرعون مثلا فرعون مصر المفروض إنه هو جيري ورا موسى أما موسى خرج بالشعب فهتلاقي إنه في صورة الإسراء والقصص هتلاقي إنه فرعون نجا تاب ونجا من الموت وبعدين هتلاقيه في صورة الزخرف غرق أنه واحدة في كتير من التناقضات طبعا التناقضات دي اللي بالعقل يعني بالعقل لما تقراها هتلاقي إنه فيها تناقضات كبيرة ده غير بقى إنه الأخطاء العلمية والأخطاء التاريخية والكلام ده كله هتلاقي أخطاء كثيرة جدا في القرآن واللغوية وإنه القرآن لم يكن منقوطا وإنه في القرآن اللي موجودة كلها هتلاقي فيها اختلافات وأدي الاختلافات في المعنى وتكلمنا في الحاجات دي مع الأخ محمد المسيح وبإذن ربنا يكون معنا في حلقات جديدة نتكلم في القرآن بالتحديد فما تقدرش تقولي إنه القرآن مش حمل أول ده هو أصلا ما كانش منقوط ولا مشكل عشان تعرف هو بيقول إيه وما تقوليش إنه كان محفوظ في الصدور لأنه اللي محفوظ في الصدور ده لسه في اختلافات في القرآن الموجودة بين أديكم النهاردة فالتناقض في أصل ولب المحور الإسلام القرآن لكن ده بقى إيه بينطلع على كل حاجة في حياة المسلم والمسلمة النهاردة فأنا بقولك وبقولك إذا كان أساس هذا الدين الرسالة اللي المفترض إنها نزلت على محمد في خلل ويختلف فيه بقى إيه واختلف العلماء دايماً كده مش كده؟ لا بيختلفوا بثير فيه ناس يقولك أسباب النزول بتاع الآية دي كان كذا فعشان كده نستنتجها منها كذا وناس تانيين يختلفوا فوقها تانيين يختلفوا وانت بقى وأنا وإحنا مسلمين كنا بنقعد كده ما إحناش عارفين إحنا أنا مع أنه فريق الأهلي ولا الزمالك علشان كده الدعاء في العالم كله بيختلفوا كتير واحد يسهل واحد يفتح الباب شوية واحد يقادها شوية على حسب على حسب العصر على حسب الحاجة فيه شيخ طلع علينا يقول إيه أنه لا الحقيقة أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ده تفسيرها مش أنه أنه المرأة ما تكونش رئيسة لا ده مش حقيقي أعتقد أنه هم يعني ده لسه جديدة فهم أكيد بيتكلموا على كاميلة هارس عايزين كاميلة تكسب يعني يقول لك لا هو إيه لا ده مش حقيقة ده هو كان بيتكلم على الشخصية دي بالذات بنت الملك ده بالذات دي جديدة أول مرة أسمعها بس على حسب الحاجة على حسب العصر يعني لا أعتقد أنهم عايزين يجيبوا واحدة تبقى رئيسة مصر يعني يقول لحاجة هما بس إيه واحد عايز يفتي ويقول لك لا ده الإسلام حلو ومتسع وكده أصل النقطة دي من السنة لما تقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بتعمل إيه؟ بتخلي الستة تبقى مش عارفة تبقى رئيسة في شغلها ولا قادي ولا حتى لها قيادة في أي شيء يكون تحتها رابي مش عيشنا الزمن ده في السعودية مثلا عيشنا الزمن ده النهاردة السعودية علشان عارفين أن هم علشان يرتقوا لازم يغيروا كل القواعد العتيقة دي اللا إنسانية اللي مش طبيعية يعني مش طبيعي أنك تلغي دور المرأة لأن انت شايف أنه محمد قال كده من 1400 سنة لأنه عايز يبقى كل النساء في الجواري بتوعه بس فالناس النهار ده بتغير خلينا نشوف بقى أحد الدعاء المعاصرين ده يعني إيه؟ عجيبة من عجيب الزمن ده من إنجلترا أنا كلمتكم عنه قبل كده وجبت له مقاطع قبل كده هو اسمه محمد حجاب وشاب عايش في إنجلترا ولكنه مصري الأصل ومتعلم وعمل دراسات متخصصة أعتقد أنه عنده دكتوراه في الإسلاميات ويعشق المناظرات كان بيقول كده أنه هو بيقعد يتفرج على أحمد دي دات وزاكر نايك وبيقولك أن زاكر نايك ده بقى قمة ويبقى فرحان أوي بقى لما إيه؟ يعني يهزم العدو في المناظرات طبعا أحمد دي دات أصلا ما هوش يعني لا يعتبر مسلم أصلا وزاكر نايك معروف هو أيه؟ هو راجل حافظ شوية حاجات ويروح بضاربهم كده وإنت بقى إيه عليك أنك تطلع بقى كام غلطة في اللي قاله ده ولا عنده فهم الكتاب المقدس ولا أي حاجة لكنه شخصية يعني عنده كارزمة يقدر يسكت اللي قدامه لكنه في الآخر نرى أنه الإسلام اللي هو عايشه ما خلهوش يبطل يبقى حرامي ويتسجن مثلا فالراجل ده بقى لحد النهار ده بيقول أنه هو يعني شايف أن الناس دي قمة وبيحب جدا المناظرات وعامل بقى فتوة الدعوة على الساحة الإسلامية في إنجلترا ليه أتباع وأتباعه زي العصابات كده بيخرجوا في أي وقت يكون عندهم مشاكل في الشوارع بتاعتهم في المدن بتاعتهم يخرجوا مع بعض في أوقات معينة سببوا موت بعض اليهود والهندوس في مناطقهم لأنهم بيحردوا على العنف وبيخرجوا فعلا زي العصابة يروح طالع كده حطيت أنا الصورة دي قبل كده حطيت مصور نفسه سيلفي ووراء جيش من الفتوات المسلمين والله أكبر ويحردوا على إيه قتل اليهود والهندوس الموجودين في المنطقة بمنتهى البجاحة ليه مناظرات عديدة لكن هو كمان بيناظر في الهايد بارك اللي هو المكان المفتوح اللي كل واحد فيه قدر يشارك رأيه بحرية يتكلم عن الدين يتكلم عن السياسة هو بقى عنده إدمان للحتة دي فخليني أقدم لكم جزء من مناظرة في هايد بارك عن زواج الصغيرات في الإسلام أنا هقول لكم اللي قالوا بالإنجليزي أنا هقول لكم دلوقتي فلما تسمعوا تقدروا تتبعوا بيقول كده إذا نظرت للقرآن فقط إذا نظرت للقرآن فقط ستجد أنه هناك تصريح أنه يمكن معاشرة الصغيرة ذات الخمس سنوات جنسيا العبارة هتسمعوه زي ما هي كده بالإنجليزي من خلال القرآن هو يجزم أنه البنت الصغيرة ذات الخمس سنوات يمكن معاشرتها جنسيا وأنه الجملة التانية لا يوجد أبدا سبب لعدم معاشرة البنت ذات الخمس سنوات في القرآن أبدا وأنه إذا قرأت القرآن فقط ستجد أنه سيكون حلال معاشرة الصغيرة ذات الخمس ويقول بقى إيه الآية بتاعت واللاقي لم يحد يعني اللاقي لم يحدن دي هي اللي لم يبلغنا بعد ويروح بقى إيه عشان يأكد على كل مسلم يقول أريد أن يعرف كل مسلم ذلك السبب أنه ده السبب في أن لا أريد أن يعرف كل مسلم أنه السبب في أن لا تعاشر جنسيا ذات الخمس سنوات لا دخل له بالبلوغ يعني يجوز زواج الزواج بالقاصر يعني بيقول كل مسلم لازم يعرف أنه القرآن بيقول لك تندرت الجوزة اللي عندها خمس سنين طبعا هو ما فيش ذكر الخمس سنين دي في التفسير لكن أنت تقدر تتجاوز البيبي الشيوخ كلهم بيقولوا كده لأنه لم يحدد سن ولكن يقول لك بس خلي بالك أنه هاو القرآن ما بيتكلمش على البلوغ ملوش دعو بالبلوغ خالص يعني يجوز الزواج بالقاصر اللي هي عندها خمس سنين بس خلينا نشوف الفيديو إنك تردت على القرآن ستردت على قرآن أنك تستطيع أن تستطيع التعامل مع فرصة البلغة الحسنة المنزلية لأنه الحرام لتعامل مع فرصة البلغة لا يوجد في القرآن ب全 جميع إذا كنت تردت القرآن سيكون حلال لتعامل لتعامل مع فرصة البلغة 5-65 4-4 الله تعالى keto tells us who you can divorce and who you cannot divorce and then He says وَلَّـٰئِ لَمْ يَحِدْن وَلَـٰئِ لَمْ يَحِدْن and the ones who had never been pubescented before and by the way this is very important I want all Muslims to be aware of this the reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty wait a minute what did you say is not because of puberty because that verse in the Quran actually says they never had puberty before Jensigine لا يوجد أبدا سبب لعدم معاشرة البنت ذات الخمس سنوات في القرآن أبدا أنا ترجمت ترجمة حرفية بعدما الحلقة تخلص ارجعي اسم مع تاني هتلاقيين الكلام ده ترجمة حرفية وبعدين يقولك الآية بتاعت واللائة لم يحدنا الآية اللي هي بتاعت بيقول إيه واللائة لم واللائة يائسنا من المحيد من نسائك ومن ارتقيتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائة لم يحدنا وقلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقى الله يجعل له من أمره يسرى سو الآية دي التفسير بتاعها بيقول أنه البنت التي لم تحيد دي ومتجوزة عندها خمس سنين فهو اختار يعني حتى اللي عندها خمس سنين ده التفسير فهو أرى الآية وعايز يأكد على حاجتين أنه البنت اللي لم تحيد تقدر تتجوزها وتعشرها وده من خلال القرآن هو هنا في مناظرة ولكنه في هذه المناظرة بيقول أنه ما فيش حاجة أبدا بتقول بالوغة عارفين ليه لأنه طبعا كان بيتكلم عن عيشة بيتكلم عن جواز عيشة ومحمد في مرة حتلاقيه بيقولك أنه محمد لما تجوز عيشة وكان يستمتع بها وهي عندها ست سنين يستمتع بها وبعدين تجوزها وهي عندها تسعة ما فيش أي حاجة بتقول في السنة أنها حاضت ويه عندها تسعة خالص ولا بلغت لكن الفقهاء يقولك إيه إن استنادا على ده أمها خدتها وقعدت تزاغاتها بقى وتربربها وتديها خرزة البقرة وحاجات زي كده علشان خرزة البقرة دي مربة كانوا زمان لو بتتفرجوا على الأفلام المصري الستة الرفيعة قوي يأكلوها خرزة البقرة أوكي خليني أخد المكالمة تفضل سلام المسيح معنا الريان ريان أهلا بك تفضل أهلا أهلا أنت معنا تفضل ألو ألو تفضل سمعني أوكي هو معنا ولا مش معنا أنا مش عارفة أوكي اتصل تاني سوري الخط وقع اتصل تاني أوري فأرجع تاني البنت أما عيشها وشعرها منتف ومش عارف إيه وقعدة خدتها وصرحوا له شعرها وحطوها في حجر وهي عندها ست سنين فهو بيدافع عندها وبيقولك أنه مش مهم أنها تكون بلغت هو تجوزها ومش مهم أنها تكون بلغت وده اتكلمنا فيه كتير لكن قوة الأمر بقى هنا أنه راجل بهذا التعليم وشاب صغير وأكيد عنده ولاد وبنات ومتجوز طبعا لكن أنت في العصر ده وعيش في انجلترا يعني يعني عيش في الغرب كمان لكن العقلية الإسلامية عايز أقول إيه؟ الوجوه المتعددة للإسلام في أي حالة من الحالات يستخدمها كما يشاء ففي الفيديو ده هو بيقول الأمر بيقول أنه أنت تقدر تتجوز من خلال القرآن البنت اللي عندها خمس سنين وموته عشرها ليه بقى؟ لأنه استدل على أنه البنت اللي حتطلق دي لازم لو هيكون لها عدة اللي عندها خمس سنين دي لو ليها عدة الصغيرة اللي تطلق وليها عدة يبقى جميعها في يوم تاني بقى ومع ناس تانية عشان تعرف بقى حمال الأوجه هنا بقى حمال الأوجه بقى القرآن والسنة والمسلم الشيخ الفقيه عنده مية وجه للإسلام ده أنا لا أكذب ولكني أتجمل مش كده؟ في معركة بقى تانية في نقاش عن زواج ذات الخمس بيقول كده أنه القرآن لا يقول أنه يمكنك معشرتها جنسيا ولكن بيتكلم عن المهر طبعا ده كدب لأن اللي تطلق لها عدة يبقى عشرها فهو هنا بيكلم بقى اللي انتوا هتشوفوه ده يعني في الفيديو اللي جاي هو بيتكلم مع واحدة ست واحدة ست فهمة جدا يعني ما تشوف بقيت الفيديو كله تقدروا تحطوا مناظرات محمد حجاب يعني محمد حجاب في هايت بارك هتلاقي المناظرة دي خليني أخد المكالمة أهلا ريان تفضل سلام المسيح أهلا بيك تفضل أهلا سلام المسيح مع حضرتك ريان أهلا وسهلا تفضل العفو شبت محاضرة جناب حضرتك بتابع محاضرات حضرتك دايما شرف لينا أهلا بيك أهلا بيك أنت عابر أنا من مدة قليلة تركت ديانة صلعا يعني من مدة قليلة جدا أوكي والمهم أنك تكون يعني تجد طريقك مع الله ده أهم حاجة أكيد نعم نعم مع العلم أنك كنت يعني من الحافظين يعني يعم ومتعلم الحديث ودارس الفقه وهو وهو أكتير يعني يعم أنت منين يا ريان؟ من دير الزور I'm sorry البلد إيه من دير الزور سوريا 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 أوكي سوريا إيه الفاصل كان معاك في أنك تركت الإسلام؟ هي أولا باعتبار أنه ألو أنا سمعك أنا سمعك الكلم ألو سمعني ألو تسمعوني؟ أنا سمعك كويسة تفضل ألو فأولا لقا أولا عن الموضوع سوريا أصلا سوريا بالآرامية يعني يعني إيه؟ ألو بص أنا عارف أنك بتسمع حاجة على الخط بس أنا سمعك كويس تفضل كمل كلامك طيب ريان أنت لو سمعني يا غالبا هو الشبكة عندك مش حلوة لكن أنا حابة جدا أن أتكلم معاك بعد الحلقة لكن اتصل تاني اتصل تاني ياريت يكون عندنا رقمه؟ أوكي ممتاز خليني حكمل ولو رجع الدهولي فأنا كنت بقول إيه؟ إنه مسألة إنه البنت عندها خمس سنين وهيكون ليها عدة معنى ده مع إنها اتعشرت بصورة ما أوكي خليني نشوف الفيديو سيقول فيه موسيقى تقول ذلك أن هذا لك شيء لاحظ أيضا لاحظة أن هنهار لديها قدرات لم يتحدث لا يمكن أن اقبل ذلك مع صحيح نحظ أن زلك لا يمكن أن تكون في هذا الفيخ إن وcurrent لكن يقول في الأحطاء أنه لا يقول ذلك لا، فترة الفين يقول القرآن يقول ذلك لا شيء صحيح أن تقول ذلك في القرآن إنها تقول ذلك إنها اذا تقول ذلك لذلك تتره بها المarme انا هادهولكو تاني بص هو قال ايه قال لها ما بيقولش في الاية انه ممكن يعشرها جنسية ما هو اتكلم على نفس الاية نفس الاية ولاقي لم يحد في الفيديو الاولاني برضو فايد بارك كان بيقول ايه لأ عشرها في الال بعد كده في مرة تانية اولا لان الست دي لما تشوفها تلاقيها فاهمة جدا هو بتقول ايه واستدرجته وخلته يغرض زي ما هو عايز فيقول لا بقى ايه انا يروح جايب لها حاجات بقى من التفسير يركب ده على ده والاتنين غلط فيقولك اذا لمستها تاخد تدفع لها المهر اذا لمستها وطلقتها تدفع لها المهر هنا بيقول لما استها لكن في الفيديو اللي قبل كده كان بيقول ايه كان بيقول القرآن بيقول لك ممكن انت عشرها وهنا قلق القرآن بيقول لك مش ممكن تعرف على كل لون يا بطستة اذا لم تلمسها تاخد مهرك بقى وتمشي مش هو ده اللي بتقوله الاية الاية بتقول عموما يعني في الجواز انه الست لو عشرتها هتبقى مستحقة اجرتها مش مهرها اجرتها منتهى الايهانة لكن الاية هنا بتقول انه انت عشرتها عشان كده لازم هيكون لها عدة المهم انه احيانا بتبقوا فاكرين ان احنا مش فاهمين محدش دارس غيركو محدش فاكر واحدة عشان بتتكلم انجليزي مثلا حيتحك عليها يعني يلخبط الامور فحيلخبطها فحيقنعها وفاكر انه طويل او يبقى واقف فوقها كده ويعني لحظة يعني استني مش عارف ايه انتميديشن يعني بيخوفها لكن الناس دي فاهمة دي توديه وتجيبه الف مره اسمعوا الفيديو تاني عشان تصدقوا اللي بقوله هنا قال تعشرها جنسيا وهنا بيقول لا ما تعشرهاش اوكي ادي اشتركوا في الآن هذا يقول أن هذه هي غيثات تستخدمني تشpruch أنها لن على المطارب هذه العلمية فأنا نميقف هذا لا أحضر هذا الحقيق للذوء أقول فإن تؤدي فإلا ضغت الأقراء في إنها في قرانة لن تقول أنها نميقف لا اقول انتهى عندها لا يقول أنها نميقف المقفوظ في قرانة إنها كخيرة إنها تقول أنها تقول أنها إنها تقول أنها إنها تقريرين تقول أنها تقول أنها إذا لم تتحركها و تتحركها إذا لم تتحركها مهر في أيضاً إنه يظن أن يظن أن تتحرك و لا تتحرك بعد كده في ناس أخدوا ده الإنترنت مفتوحة يعني على فكرة مفيش أحسن من إنك تكون إنسان صادق مع نفسك لكن أنت عايز تكسب حسنات في رأيك من الإسلام علشان خاطر تدخل ناس في الإسلام ولا تقول إن الإسلام حل ولا يعني الوقفة اللي أنت وقفها دي يعني أنت كسبت كم حسنة في بالك لا حسنة ولا سيئة لإنك بتحاول تجمل شيء قبيح وبتجدب وتعتقد إن ده ممكن يوصلك والله شيء مؤلم بصراحة خليني بعد المناظرات دي في كتير من الناس أخدوا الفيديوهات دي وعملوا عليها تعليقات وقالوا أنت كدبت هنا وكدبت هنا وانت الكلام ده بتقولوا من بقك وده إيه ده أنا للإسلام ومش عارف إيه فراح مطلع علينا تفسير رابع للي قالوا في السلايد اللي جاي ده أنا يعني مش هقراه كله وخلينا نحط السلايد وقربوا لي من فضلك فبيتكلم علي إنه بيتكلم علي إنه الارجيمت بتاعته إنه إنه البنت ممكن تتجوز في الوقت ده لكن إنه إنه لازم تكون فيزيكلي يعني جسدياً وعقلياً مستعدة للكلام ده وإنه لازم يكون أنا أقولك بس الخلاصة إنه لازم يكون في حد يقرر ده ودكتور بقى وهيتكلم بقى على الكلام الجديد يعني أنا مشوفتش إنه فيه دكتور رح كشف على عيشة مثلاً كلام بقى لإنه تبهدل لإنه تمسك so وبيقول بقى I hope إن أنا كده وضحت موقفي طبعاً لو وضحت موقفك ولا إي حاجة إنت تديت موقف رابع علشان عايز تكسب جولة هل القرآن أم الإسلام هنا حمال أوجه وده بيأثر على حياتك إنت إزاي بقى وحياتك إنت كمسلمة النهار ده إزاي يعني افتكروا كده أما من الفيديوهات الأديمة الممتازة جداً يعني كان فيه مناظرة أنا مش عارف الفيديو ده فين دلوقتي وحتى مش عارف ألاقيه لكن فيه مناظرة بين شيخين وكان فيه ناس موجودة وبيسألوا أسئلة عن الفتاوي وعن قراء الشيوخ ومش عارف إيه فواحد بيقوله طب أنا رحت لشيخ وواحد قال لي أنا طلقت مراتي قال له الطلقة دي تجوز والطلقة دي فهي طالق والتاني قال له لا دي لا تجوز وتبقى هي مش طالق أعمل إيه فقال له خد اللي ينفعك أكتر أي حاجة أي حاجة أي حاجة يأثر على حياتك على إنك تبقى ما انتاش عارف الصح من الغلط ما انتاش عارف الحلال من الحرام ما هو الإسلام كله مابني على الحلال ده حرام ده مش عارف إيه يعني هديته حلنة بحلال حرام المس ما تلمس شيل حط ولكن القلب متعفن والفكر خربان خليني نشوف بقى معاكم الفيديو اللي جاي ده عن قوانين الزواج في العراق حصل لنا إيه بقى من فكرة زواج الصغيرات ممكن نجيب بقى إحصائيات وعملنا مئات الحلقات يعني عشرات الحلقات عن زواج الصغيرات ومش هبطل اتكلم في الموضوع ده لحد ما تبطلوا تتباحوا البنات وتتباحوا براقتهم شوفوا الفيديو اللي جاي مفاخذة يا شيخ في حال الزواج قبل البلوغ يحق للزوج العاقد على زوجته بمفاخذتها وملامستها وتقديلها عند حجل ابنية عمرها تسعى أبو هيريدي زوجها حلال إذا كان له قدرة بدنية نحن الآن عندما نتكلم نتكلم بلسان الشريعة هم يرون هذه انتهاكات هم يرون لا نرى ذلك إذا كان إذا كان بيقيو ثلاثة أولا بالغة جسديا وهناك مصلحة بزواجها مصلحة المرأة لابد لها ورجل لابد لهم المرأة أكو أمور شرعية موجودة بالشرع من قدر نطبقها بالمجتمع لأنه تطبيقها رح يكون مناجح يعني مثلا هسا الشرع محل المفاخذة الرضيعة نفسيتك تقبل تفاخذ الرضيعة والنظر لها بشهوة وهي قدر مصحة طويلة النظر لها بشهوة كل أحد أخوه هذا ما نتكلم أنا نتكلم على أصل شيخنا المفاخذة عند الشيعة حلال أم حرام كل المداهب لا أشكال لا أشكال يعني الراجل دا لو كان بيتكلم على تلفزيون في الغرب كان زمانه طلع قبل ما يطلع قبل ما يقوم من على الكرسي اتحبس الناس اللي زي دي لا يؤتمنوا على الأطفال ولا يؤتمنوا على أطفالهم هما شخصية لأنه الراجل اللي يقدر يبص الرضيعة زي ما عمل محمد كده وشال البنت اللي عندها سنتين معرفش مش قادرة فتكر بنت مين في الوقت دا ورح شغيلها كده وقال لها بس تزبري علامة ما تجبري هتجوزك وربنا انقذها ومات قبل ما يتجوزها جبتوا منين الكلام دا أن تنظر لطفلة في اللفة بيبي رضيعة وتشتهيها يقولها يعني يعني المفاخزة دا عند الشيء لا 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 كل كل آه يعني نرجع بقى للكلام القبيح هل الأحاديث مليانة بقى ب الاستمتاع بيد الطفلة والكلام دا كل يعني الكلام القبيح هل من الممكن أنه يكون هناك آه كلام مقدس إلهي تتكلم فيه بهذه الآه يعني الدناء في التفكير يعني حتى الأطفال يتقال عليهم إيه براءة الأطفال الطفل البريئ الطفلة البريئ اللي لسه صفحة بيضة اللي لسه يعني اللي عايز تزرعه فيه يبقى تزرع فيه حب ربنا تزرع فيه تزرع فيه محبة الناس تزرع فيه الأمانة تزرع فيه صد تزرع فيه القداسة الفهم لمعنى القداسة في الطفولة محبة الله لي وهكذا لكن إنتو بتزرعوا إيه الست بتقوله إيه هناك أمور شرعية موجودة بس يعني بالشريعة لكن لنا استطيع أن نطبقها كم مرة سمعتوا العبارات دي من ناس مختلفة سعاد صالح قلت له اسكت بقى يعني يقول لنا بقى الراجل يتجوز بنته من الزنا اسكت ما تتكلمش كل ما هو ذكره قبيح حمال أوجه النهاردة الغالبية في العراق من الرجال بتوع الدين والقانون عايزين يرجعوا زواج الصغيرات وعايزين يرجعوا المفاخذة بقى والكلام ده كل انتو دلوقتي عايزين تغلوها تسعة بعد شوية هتنزلوها لأي وقت ما انتو بتعملوا كده anyway حسب الزواج الإسلامي فبتقوله ما نقدرش نطبقها دلوقتي بمسألة المفاخذة والنظر إليها بشهوة يعني يعني الراجل محتاج الست والست محتاج الراجل أيها انت محتاج واحدة ست قدك طولك مش بيبي كل المذاهب بتقبل بدا عارفين ده اسمه ايه ده اسمه صدمات وقلام نفسية للأطفال عقد تقعد البنت تتعالج منها طول عمرها لانه غالبا الراجل اللي بيعمل كده بيعمل كده مع محرمه كمان تخيل كده تخيل الطفلة يبقى في ذهنها ايه وبعد شوية عندما تسيطر الشهوة ده من امور الدين انت بتقول ده من امور الدين ده ليس له علاقة بالله ابدا عندما تسيطر على فكرك وعقلك واخلاءك وحياتك ويومك تصحى تفكر في الشهوة وتنم تفكر في الشهوة اي اله ده واي دين يسمح بدا الاتساع في الدين وفهمه ده بيقول ان هذا الدين نحمل اوجه اي واجه بقى زي ما انت عايز وكان نحمل اوجه برضو مع محمد مش كده وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للرسول بس من الناحية التانية الزنا حرام وهو قالك امرأة مؤمنة متجوزة ولا مش متجوزة ما نعرفش كل يوم كان عندك امرأة مؤمنة بتوهب نفسها للرسول ممكن اذا كنت محرم ازاي عليهم برا وما فيش فاضل غيرك فتجي لك كل الستات عادي اذا كانوا بيتبركوا بفضلات جسده عشان الواحد يعني اللي انزعاج من هذه القدارة في التفكير بس الزنا حرام محمد بس طبعا جواز محمد من عيشة هو اللي فتح الباب لكل الفساد ده الفساد الاخلاقي والديني والانساني شوفوا عايز اقول لكم حاجة هل في العصور السابقة كان في في الغرب والشرق وفي كل مكان كانوا البنات بيتجوزوا صغيرين لكن مش كل البنات ومش كل الثقافات وعندما نمت هذه الثقافات وعندما دخلت المسيحية كمان تغيرت الامور شوية شوية هيقول لي بقى الملك الفلاني يتجوز الاميرة اللي عندها 12 سنة ومش عارف ايه اه لكن لو 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 دي كانت عادات وتقاليد يعني مثلا الملك في اسبانيا عرف ان الملك انجلترا عنده بنت فخطبها لابنه وهو ابنه عنده سبع سنين والبنت دي سمع ولودة لكن مش هيلتقوا الا لما يكونوا الاتنين مؤهلين للجواز ايا كان مش دي نقطتي نقطتي انه المجتمعات تنمو تتحضر ولكن الاسلام يقتل كل نمو اخلاقي ديني انساني عايزة واريكو بقى صورة عملية لجواز الصغيرات شوفوا الفيديو اللي جاي ده فيديو فرح بنت عندها 12 سنة والزوج عنده 22 سنة اللي جاي اللي جاي موسيقى الرجل موسيقى موسيقى يستطيع موسيقى رجل موسيقى موسيقى يعني خليلي معلش صورة البنت دي قربها عندها كم سنة؟ 12 سنة شكلها دي تستحمل جواز انتم مزوئينها بقى وحطين لها مكياج يعني ازاي؟ والإحاقات الجنسية بقى اللي يقوله قر ومش عارف ايه ايه ده؟ ساري انا عايزة عندهولكو تاني مش عارف ايه ساري معلش ازاي راجل عنده 32 سنة بيبقى قاعد يمضى كفلة كده وعارف ان دي هتبقى يعني مراته تتوقع منها ايه؟ انت متوقع ايه؟ انت بتبص الوحدة على جسدها شكلها مش عارف ايه البنت امر بس انت هتكسر قلبها وتبوص حياتها وتنهي مستقبلها كم من البنات اللي طلعوا من السومال واثيوبيا والسودان وموريتانيا والبلاد دي اللي بتجوز فعلا في سن صغير كده على المفتوح وقد ايه طلعوا بعهات نفسية وانسانية؟ ازاي ازاي ده يكون اختيار؟ عارفين ليه؟ لان الدين هو اللي عمل كده لان الثقافة الدينية بتقولك ان دي حد امر مؤرف اثار الزواج الصغيرات على المجتمع الاسلامي عموما خلى بقى عندنا اولا يعني مفيش حاجة تحمي البنت دي لانها تخلف ده لو عاشت وهي بتخلف تخلف لها اثنين تلاتة دلوقتي عندها 12 سنة لو حملتها تخلف 13 سنة هتبقى هي والعيل واحد لا هي يعني عندها نمو نفسي ولا عندها نمو فكري ولا هي مثقفة كفاية علشان تربي عيل يعني كم مرة قلت انه هنا يعني في الغرب لما البنت الزوجة تحمل بيبقى عندها 20 سنة 25 سنة 30 سنة ايا كانت تلاقيها بقى راح تمنزلها كتب وعملها تقرأ وهتعمل ايه وهتربيه ازاي وتأكله ايه وتردع امتى وتعمل ايه لو حصل ايه واحسن لبس ايه دي تعرف ايه وامها اللي قبلها اللي بتجوزها دي يعني دي عندها 12 سنة لو امها متجوزها 12 سنة يبقى الام لسه عيلة زيها عندها 3 ا4 عيال اثار مدمرة للنساء في المجتمع الاسلامي وما زال ده بيحصل تحت حماية الاسلام اللي في مصر يقولك لا 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 احنا عايزين ما يبقاش فيه كده ونحمي البنات ومش عارف ايه فالاهالي بقى يجدوا مخارج لده بس على الاقل دلوقتي الناس في مصر بتحمي ما بترداش بزواج الصغيرات الى ان يتغير الحال فنعود بقى للإسلام اللي حمال الاوجه اللي حسب تغير القيادة والمشيخة ومش عارف ايه الفيديو اللي جاي ده عايزة واريكو فيه تطور المجتمعات الاسلامية اللي بتخليكو تبقوا على حسب ما الشيخ يقول فمعروف انه موضوع بول البعير في الاسلام ده شيء يعني شرب وحلال لانه بيشفي ومش عارف ايه ومحمد شرب بول وشرب بول وكلام من ده شوفوا الفيديو اللي جاي ده من قال بان حديث العلاج ببول الابن لا اعترف بصحته لان البول وشربه ضد الفطرة السليمة وإساءة من الاسلام هذا ملحد هل يقول الكلام هذا ملحد زنديق يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل قوله ويجب انه يعامل معاملة المرتد عن دين الاسلام المرتد شر من الكافر الاصلي ولذلك يقتل يقتل المرتد حدا لانه متلاعب بالدين فقتله من اجل حماية العقيدة وصيانتها من التلاعب يعني ذلك لا يصلح للبقاء نعم يعني الشيخ المفتي قرر انه يجعل منكر شرب بول البعير زي شاتم الرسول زي ترك الصلاة الكل يقتل ليه لانه يبقى مرتد اللي يقول ان شرب البعير قرف وان شرب بول البعير شيء منكر وغير حضاري وسام للبدن وحاجة مؤرفة جدا ده يبقى زي كده شاتم الرسول وتلك الصلاة والكلام ده كل ده بقى طور من تطور الاسلام كده زي تطور الزرة كده مثلا اللي يتيح للشيخ ان هو يستخدم اي فتوه هو عايزه هو قرر ان منكر اي حاجة قالها محمد يبقى يحد ويبقى مرتد لا ومش بس كده يعني هو ايه واخد راحته او يمتلك المجال لانه يعطي اي فتوه هو عايزها يعني فاهم كل حاجة وهتلاقي ان اللي قاعدين حواليها موافقين فقالك ده ملحد يعني ايه متشربش بوربا يا جاهل متشربش بوربا عيل ازاي مش عارفة اقولها على بعضها تبقى مرتد تبقى جاهل ايه اللي بيتيح لكل هؤلاء استخدام ده لحماية الاسلام نعم الشرع حمال اوجه والقرآن حمال اوجه واخلاق المسلم كمان بقت حمالة اوجه بسبب الناس دي انا حقف هنا عندي يعني امثلة كتيرة كان نفسي يقوليها لكم النهاردة لكن انا عايزة اقف عند ده وعايزة اقول انه ما بني على باطل فهو باطل دي حقيقة لانه المتكلم في الاسلام هو الشيطان نفسه ودي ادواته اللي بيستخدمها ضد الانسان انه يفسد عقلك ويفسد اخلاقك ويفسد روحك وانه يؤثر عليك في انك تكون بتتكلم في هذه القدرات وتبقى فاكر ان انت لانه ما اتاكم الرسول فاخذوه منهاكم عنه فانتاو وتقليه هذا الرسول اللي بقى يعني في الشهادة اسمه ملزوء باسم الاله والكلام ده كله علشان يخليك مقيد تأييد شيطان لكن انا عايز اقول لكم انه الكتاب المقدس بيقول لنا بمنتهى الصراحة ان محبة الله المعطاة لنا يعني خلصتنا وانه المسيح على الصليب مات من اجلك حتى يعطيك فرصة للحياة الحقيقية معا لكن الكتاب بيقول كده انه كلمة الصليب عنده الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله حكمة الانسان اللي لم تكن مستخدمة من الله ومعطاه من الله لفهم حقيقة محبة الله لنا فهي تبقى حكمة فانية حكمة انسانية ده اللي بيتكلم في الاسلام بيستخدم المعطيات اللي جات له من خلال التعليم الاسلامي القرآن محمد السنة الشرح لكن انا النهاردة عايز اقولك ان الله ادي لك في الكتاب المقدس حاجة اساسية جدا انه احبك واحبانا حتى الموت وانه الجاهل يقول انه موت المسيح على الصليب ده حاجة غير مقبولة ابدا مش ممكن الله يضحي بابنه لكن انا بقولك انه حكمة الله في محبته انه اختار انه يعطيك فرصة للحياة والخلاص من الخطيئة والحياة الابدية على الصليب اللي الناس بتعتبروا جهالة لكن عندنا احنا حياة وحق وكرامة ومحبة الله الظاهرة لنا على الصليب الله بيحبك والله عايز يغير قلبك وفكرك وحياتك وكل ما تمر به من هذه القذرات في الفكر الاسلامي ربنا ينظفه ويعطيك فكرك مقدس فيه عين تشوف باعناه قلب يفهم محبة وليك بصلي من اجلكم بصلي حرية المسيح في حياتكم وما تنسوش انكم تشاركوا معنا على كل صفحات التواصل الاجتماعي الى اللقاء في حلقة قادمة مع بنامج المرأة المسلمة اشتركوا في القناة